بالرغم من كل محاولات التضليل والتهديد فشل وهاب وحزبه في إقناع الرأي العام بأن الموقوف في قضية التفجير هو في الحزب وليس مرافقا للوزير السابق ويؤام وهاب وجاء الدليل بصورة أظهرت المدعو هشام بودياب وهو خلف وهاب مدججا بالأسلحة متخزا وضعية الحارس أو المرافق في إحدى المناسبات الحقيقة لن يستطيع القضاء اللبناني في محاسبة وآم وهاب وكما لم يستطع محاسبة أي شخص مدان أو محكوم وينتمي إلى محور المقاومة ومحور الممانعة لأن هناك سلاح يحمي هذا الشخص وهو معروف سلاح حزب الله اعترافات مرافق وهاب بوضعه العبوة وتفجيرها إضافة إلى التحقيق بمعلومات تشير إلى أن تصرف المرافق جاء بناء على توجيهات من وهاب شخصيا أثارت تهستيريا رئيس التوحيد الذي شن هجوما هائلا على فرع المعلومات في القوى الأمن الداخل اللبناني بدلوش 8 جيب بات هشام بودياب يعملولو كمين بقبر شمونتا يكمشو لو رشال كنتو واجهتو وجل وجل وبعرف ما فيه كنتو واجهو اللي عابيقول منع المداهمات بالجاهلية فشر بعده ما خلق اللي بيفوت عالجاهلية واللي بيقرب عالجاهلية بده يعتبر بده ينسى أنه أمه خلفته ربما لأن التفجير لم يحقق هدفه بإسقاط عدد كبير من القتلى حاول وهاب تسخيف الجريمة واسفا التفجير بالولدنا وذلك على الرغم من إصابة طفلتين سوريتين جراء انفجار العبوى أسفل سيارة عبدالخالق الذي كان قد رفع لافتة مناهضة لوهاب قرب منزله ربما يعتبرون بأن ما يقومون به من تفجيرات وقتل الأبرياء ومدنيين وأخذيالات ربما يعتبرون أن هذا حق لهم كمشروع عسكري حربي في لبنان لتحقيق مشروعهم الأقليمي والسيطرة على لبنان سجل ويقام وهاب كغيره من المقاومين ليس حافلا بالإجرام فقط فقد سبق أن تم توقيف مسؤول الأمن لدى حزبه بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية وتضمن الملف إثباتات على ضروع مسؤول الأمن بعمليتي اغتيال على الأقل ما زال محور المقاومة المانعة الذي يدور في فلك الأمريكان قبل الروس ما زالوا قويين لأن المجتمع الدولي لأسف يريد لبنان لبنان على صورته على صورة هذا الذي الوضع الحالي يبدو أن شبيحة النظام الأسدي في لبنان يسكتون الواحدة طلو الآخر في مستنقع الإجرام فبعد ميشيل سميح الذي يقبع خلف قطبان السجون ورفعت على عيد الذي يحميه بشار الأسد في مكان ما قربة رطوس هل سيسكت شبيح جديد في هفرة كان قد نصبها لأخيه توني بولوس أورينت نيوز